السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وصلتني هذه الرسالة وبحط لكم الرسالة بعدين بالكامل على أساس أنكم تقروا الموضوع وتشوفوا وأتكلم أنا في الموضوع وأطرح وجهة نظري في هذا الجانب ونوجه من خلال هذه الرسالة إلى المسؤولين لكن قبل ما نتكلم عن موضوع هذه الرسالة أنا عندي سؤال وأتمنى أني ألاقي عليه إجابة لأني راح أتكلم عن موضوع يخصني أنا شخصيا وحصل معي أنا شخصيا ما راح أتكلم عن أي موضوع آخر ولا لأي شخص آخر موضوع خاص فيني أنا شخصيا وبالتالي أبغي أسمع الإجابة سواء من الناس المسؤولين أو حتى منكم أنتم كمتابعين قبلها طبعا راح أطرح سؤال هل الحق يكفل لي أنا كمواطن حصول على قطعة أرض سكانية مجانية من الدولة أو لا طبيعي جدا أننا أحنا ولله الحمد في عمان كل بني آدم يعيش على هذه الأرض يحق للحصول على قطعة أرض مجانية طيب أنا كمواطن حصلت على قطعة الأرض هذه رحت قبل لا أبني قبل لا أبني ورحت عملت بحص لقطعة الأرض هذه وجدت أن هذه الأرض غير صالحة للبناء هل يتم تعويضي بقطعة أرض أخرى أو أني أنا خلاص أخذت حقي وهو حض ونصيب طلعت صالحة للبناء أبني ما طلعت صالحة للبناء توكل على الله هذه أرضك وهذا نصيبك واللي تبي تسوي سوي طيب هذا السؤال في حال أنك أنت فحصت الأرض قبل ما تبني مع أن هذا الإجراء قليل جدا من المواطنين اللي يسويون هذا الإجراء أن يقوم يفحص الأرض قبل ما تبني وهذه مسؤولية المواطن طبعا لا هي مسؤولية الوزارة ولا هي مسؤولية المقاول في حال أن تبناء بيت بيت عادي طابق أو طابقين طيب لنفرض أن الأرض غير صالحة هل يتم تعويضك أو لا ما هذا السؤال؟ طيب لنفرض أنك أنت ما فحصت ورحت بنيت البيت وبعد ما بنيت البيت لاحظت وجود التشققات في المنزل وقمت صلحت هذه التشققات ولكن هذه التشققات أيضا استمرت وبعدين صارت مشكلة بينك وبين المقاول ومحاكم ورحت رفعت قضية وغيرها من الأمور وصلت إلى أنك أنت يجب أن تفحص الأرض ولما فحصت الأرض وجدت أنها غير صالحة للبناء بعد ما بنيت وخلصت وركضت وتعبت وسويت سويت فحص تربة اكتشفت أن الأرض صالحة للبناء من هي تحمل المسؤولية؟ اللي صار أن الوزارة لا تتحمل المسؤولية يعني أنت كمواطن الآن ما حصلت على حقك اللي هو قطعت الأرض المجانية طيب أنا مطالب الآن أني أبني بيت آخر لازم أروح أشتري قطعة أرض جديدة أنا ما أتكلم عن نفسي ممكن الحمد لله رب العالمين أنا عندي المقدرة أني أنا أشتري قطعة أرض تكلم عن الناس اللي ما عندها المقدرة والاستطاعة أنها تشتري قطعة أرض حتم تعويضهم عن البيت مين يعوضهم عن قطعة الأرض هذا الموضوع نرجع الحين لموضوع الرسالة اللي خليتها لكم في بداية حديثي عن الموضوع هذا تكلم عن هذول تقريبا ثلاثة وثمانين شخص بثلاثة وثمانين قطعة أرض سكانية تم توزيعها في مكان بعيد عن مركز الولاية وعن محيط الولاية بعيد عن كل الخدمات ما في أي مكان صالح للعيش حاليا أقول حاليا لأنه بعدين ما تدري شيء يصير سواء الحين واحد منهم هذول لو اتخذ خطوة وراح يبني في هذا المكان كيف راح يكون وضع كيف ممكن يحصل على الخدمات كيف ممكن يلاقي المرافق المطلوبة كيف ممكن يقنع أهله أن يسكن في مكان ما في أي شيء وبعيد تماما عن كل الخدمات كيف ممكن يأمر يخلي أولاده في مكان ما في جيران ما في أحد وهو يروح يداوم ويرجع فتوزيع الأراضي في مثل هذه الأماكن من دون تخطيط من قبل الوزارة أمر حقيقة يطرح الكثير من علامات الاستفهام أنا أتكلم مو بس عن هذه المنطقة عن مناطق عديدة حيانا يتم توزيع الأراضي في وادي فوق جبل أنا أعطوني أرض على جبل فأنا اضطريت أني أشيل الجبل عشان أقدر أبني من اللي يوزع من المسؤول عن تخطيط مثل هذه الأماكن هل يرى فعليا بأنها صالحة للسكن أو لا أو أن الموضوع فقط هو موضوع أن هذه أرض فاضية وزعوها وعطوها للناس هل يتم توزيع على هذا الأساس طيب لماذا يتم تأهيل هذه الأماكن هذا مخطط وهذه قطعة خلنا هذا المخطط انهيئة بكامل بكامل المستلزمات والخدمات سوي لشارع إنارة صرصحي ماي كهرباء كل شيء وبعدين راح نوزع الأراضي على الناس وعلى المستحقين أما التوزيع بهذا الطريقة فيه الكثير الناس محتاجة الآن بشكل سريع أنها تطلع ضاقت عليهم البيوت ناس ساكنين في بيت أخوه واحد ساكن في بيت أمه واحد ساكن في بيت أبوه وبالتالي تكبر العوائل مضطر أنه يخرج بأسرع وقت ممكن لما يجي المخطط في هذا المكان البعيد ما في أحد راح يتردد مليون مرة أن يروح وينتقل ويبني في هذا المكان هذو الجماعة الآن ثلاثة وثمانين شخص وثلاثة وثمانين بيت تكلم عن ثلاثة وثمانين بيت وأسرة في هذا المكان الخالي تماما من الخدمات تمنى حد يروح يزور المكان بس ويرى هل فعلا هذا المكان يستحق أن الواحد يبني أو لا تمنى بس هذا الكلام اللي يوصل زوروا المكان زوروا المكان شوفوا يستحق أن الواحد يبني فيه أو لا إيش الخدمات اللي موجودة في هذا المكان وإيش الخدمات اللي مقدمة للمواطن في هذا المكان عساس أن يتم توزيع أرض له بعيدة كل البعد عن كل الخدمات وايد موضوع الأراضي هذا وايد يشغل ناس ولو فتحنا المجار راح نتكلم فيه وما راح نسكت لأن حقيقة كثير ناس تشتكي من هذا الموضوع وأنا صدقوني لو ما تقلمت أنا شخصيا ما جيت وأطرح هذا التساؤل أني الآن أنا مجبر مني أشتري قطعة أرض غيري طيب اللي ما يقدر يشتري قطعة أرض إيش ممكن يسوي تحيات لكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله